طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان الفكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها في توفير الخدمات للنازحين وعدم تركهم في المخيمات بلا غذاء أو دواء غربية تلك المحافظة وقال المرصد في بيان له أن ألفين عائلة نازحت من قضائي راوى والقائم خلال عشرة أياما بسبب العمليات العسكرية لتحرير قضائي راوى والقائم غربيا محافظة مبينة أن العائلات التي نزحت من القضائين لاقت صعوبات كبرى في الخروج من مناطق سيطرة داعش الذي استخدم العشرات منهم دروعا بشرية بينما لم تتأكد حتى الآن أعداد القتلى من المدنيين خلال تلك العمليات